شاب لطيف متدين مبتدئ بيقول إيه؟ عندما أتكلم مع النساء الأقارب خاصة بنات العم أتزم بغض البصر جدا ولا أنظر إليهن قط وأضع نظري في الأرض أمي بيقول لي ده مش غض بصر يا ابني وتعمل معي مشاكل هو من اللي صح فينا؟ أنا ولا أمي؟ سؤال جميل أقول له يا ولدي لعلك تبالغ في ذلك إلى درية تستفز أمك بعض الناس كأنه خاش في صلاة المضم أبسط من هذا يعني لعلك تبالغ فيه إلى درية تستفز بها أمك النظر للأجنبية عند الحاجة إلى ذلك في التعامل الحياتي بغير شهوة موضع رخصة أكرر؟ أكرر النظر إلى الأجنبية عند الحاجة إلى ذلك في التعامل الحياتي بغير شهوة موضع رخصة النوى يرحمه الله يقول إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حاجة البيع والشراء والتطبق والشهادة ونحو ذلك لكن يحرم النظر في هذه الحالة بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه وأما الشهوة فلا حاجة إليها الرملي الشافعي الفقيه يقول ويباح النظر للوجه فقط لمعاملة كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا أو شهادة تحملا وأداء لها وعليها ففي الحاجات الحياتية المشروعة لا بس أن تنظر إلى المرأة نظرة بغير شهوة وتبقى الفضيلة في غض البصر وباره الله فيك وفي أمك يا ولدي أسأل الله أن يوفقكم أنه يحب ويرضى اللهم أمين شكرا